عايزين نروح لموضوع تاني بقى ونتكلم شوية عن التنظيمات المختلفة للبطولات العالمية المختلفة وتحديداً تنظيم مصر للناهيات كاس العالم الأفريقية هنا منتكلم لكرة الطايرة أول مبارح نجح بقى المنتخب الوطني لكرة الطايرة في التأهل هنا منتكلم لنصف نهائي بطولة يعني أفريقيا بعد الفوز الغالي على المغرب نتيجة كانت 3-0 كان في لقاء ربع النهائي بالبطولة طبعاً البطولة دي بتصدفها مصر حتى يوم 14 سبتمبر عماية بسيطة جداً بتفصلنا عليها النهاردة منتخب مصر برضو عنده مواجهة قوية جداً مع منتخب الكاميرون اللي تغلب بالمناسبة على منتخب تونس في الدور ربع النهائي وأكيد هي هتكون مواجهة يعني صعبة جداً وهي المواجهة اللي عن طريق التأهل هتكون للمباراة النهائية والتتويج بقى بإذن الله يعني بكاس البطولة المباراة هتقام تحديداً في تمام الساعة 7 النهاردة وعايز برضو فكر حضراتك وفكر الناس أن منتخب مصر تأهل أصلاً لربع النهائي بعد الفوز على كينيا كانت مباراة قوية وتابعناها ثلاثة كان السفر كان في أول الستاشر يعني في دور الستاشر ده برغم طبعاً خسارة اللي كانت مفاجأة واللي أحزنتنا جميعاً من الجزائر كانت خسارة قوية جداً في مرحلة يعني المجموعات لكن المصريين أو منتخب مصر قدروا أنهم ونجحوا فيه إظهار بعد كده رد فعل قوي جداً وده اللي بيعجبني مش مشكلة أن أنت تخسر بس المهم أن أنت لما تقع تقف تاني على رجلك وتبقى أحسن من الأول وده طبيعي وفي عالم كورت القدم وفي عالم رياضات المختلفة في كورت الطائرة ده طبيعي برضو بيحصل بس القوة في أن أنا لما أخفق أعود مرة تانية ليه النجاح وده أعتقد خطوة كانت رائعة جداً فبالتتويج إن شاء الله نقدر أن احنا نفرح مع منتخب مصر للطائرة بإذن الله يفرحونا وأعتقد فرصنا برضو يا كريم كبيرة يا مساهل الحاجة وعلى ذكر الفرحة يعني من الحاجات اللي بتفرحنا جداً الحقيقة بتخلينا دايماً مبسوطين لما بنلقي الضوء على رياضة معينة أو بندعمها من خلال برنامجنا عشر صبح بالأهلي ومنلاقي أن رياضة دي وأبطالها بينجحوا وبيتقلقوا وده اللي حصل بحزافيره مع منتخب مصر للساق الوحدة اللي هي عاملين شغل رائع في الفترة الأخيرة المنتخب ده حصل مؤخراً الميدالية البرونزية في بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة حالياً في غانا خلال الفترة من 3 حتى يوم 11 سبتمبر الجاري فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الوحدة بالميدالية البرونزية بعدما فاز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1 في لقاء جمع ما بينهم بالأمس بص الساق الوحدة دول حقيقي شابوه للي بيعملوه لأن انت لما تيجي تتكلم عن منتخب أصلاً ابتدى بتلاتة تقريباً احنا طبعاً استضفناهم عندنا أكتر من مرة وروحنا صورنا حتى كمان وهم بيتمرانوا وغيروا في الملاعب لكن القصة بتاعتهم ملهمة جداً لما تيجي تسمع أنهما كانوا 3 أشخاص وبعد كده كان عندهم حلم وبددوا يدوروا على بعض عايزين يعملوا فريق كده ايه فيه روح تحدي موجودة وإسرار والحياة ما بتنتهيش حتى لو أنت عندك مشكلة عضوية أو عندك حاجة ما تقدرش تغيرها فيه كده حاجات نقدر نغيرها في حياتنا وحاجات ما بنقدرش ففكرة التعايش والتقبل وفي نفس الوقت بقى النجاح مش فكرة أتقبل اللي عندي أو المشكلة اللي عندي وقعد خلاص أنا مش هارف أعمل حاجة لا بالعكس فالناس دي ملهمة جداً جداً طبعاً تحياتي ليهم